بسم الله الرحمن الرحيم طلاب نتكلم اليوم عن الفصل الرابع التكوين الجنيني هذا حال حال بقية الفصول هم يجي عليه اسئلة في الوزارة فنشوف المختصرات والملخص والمرشحات شنو في الوزارة هذا تكوين الجنيني في البداية هذا المقدمة ما بيها شي نجي هناي ركزوا علىها سجلهاي سؤال ما منشأ التكوين الجنيني شنو منشأ مالتات منين تنشأ من تركيب جزيئات الحامض الرايبي منقص الأكسجين إنسميه DNA بداخل البيضة المخصبة هاي سجل سؤال هناي ما منشأ تكوين الجنيني هذا بعد ما سجلت هاي السؤال راح ننزل إلى الأسفل هنا يعدنا تعريف النمو أيضا مرة واحدة جاي بالوزارة النمو بأنه الزيادة الحاصلة في حجم وزن الخلايا المكونة للكائن الحي وحيث إن الأنسج تتكون من عدد هائل من الخلايا الحية يكون لها دور أساسي في عملية النمو تمام؟ هاي تعريف مالتة لازم تفهم شوي تعريف مالتة لأن ما مرشح وزارة صراحة بس تقروها عدنا طرق النمو كم نوع من الطرق عدنا؟ الخلايا تنمو بهاي الطرق الثلاثة أول عدنا طريقة النمو التكاثر الخلوي أو مضاعفة الخلايا هذا يجي مني عن طريقة عملية الانقسام هاي واحد ثاني واحد اكتب يمه هذا مرة واحدة يجي في الوزارة النمو الخلالي أو الألبيني شون يجي سؤال منها؟ ما يجي تعريف مالتة ولا يجي عدد الشون يجي؟ يجي بطريقة مثل مثل ضمن هاي المثال كان قيل النمو الخلالي شون كم المثال مالتة جواب؟ تقللي الغضروف الزجاجة هاي المثال يجي على النمو الخلالي هو شون النمو الخلالي؟ يقصد بهذا النوع من النمو بانه النمو وين يصير حاصل؟ من زيادة مواد بين الخلوي اللي تدخل فيه تركيب الأنسجة كالياف الأنسجة الضامة والمواد البيينية هذا المثال heجي مثل النمو الخلالي جواب نكتب بكل سهولة الغضروف الزجاجة نوع الثالث من النمو شنو عدنا عدنا نمو الخلايا المفردة هاي تكون نادرا هاي مثال عليه شنو خاف يجيك مثال في الوزار يقول لك مثل من احد امثلة منطيك يقول لك نمو الخلايا المفردة اشتنطي هه تقول لنا شنو نمو الخلايا العصبية نمو الخلايا العصبية بعض ما خلصنا هاي انواع الطرق النمو راح ننزل للأسفل هنا عندك تعرف شنو التمايز الخلاوي هذا درباء لكم منها يجعل شكل فراغ أو تعريف التمايز شنو التمايز الخلوي بأنه القدرة الخلايا الجنينية في المراحل المبكرة من التكوين الجنيني أو النماء نسميها على اكتساب المقدرة الوظيفية ويقصد بهذا المقدرة الوظيفية شنو خاصة بالخلية أو المجموعة خلايا التي لا يمكن للخلايا أخرى أن تقوم بها على سبيل المثال شنو مثلا شنو عملية تقلص في الخلايا العضلية هذا أيضا تحفظ مثال مالتا وتعريف خالف يقول لك مثلا مثل المثل ينطيني مثال على التمايز الخلوي عدنا مستويات التعظي في تعقيد الحيوان ركز لي هنا هاي المستويات مرة وحدة إجا في الوزارة شن إجا السؤال مالتا قال عدت مستويات التعظي في تعقيد الحيوان ومثل يعني يريد تعددها وتنطيها كل واحد مثال إياها كل واحد تنطيه مثال أول مستوي شنو عدنا البروتوبلازمي للتعظي بس تقول لهذا المستوي البروتوبلازمي للتعظي تمام مثالها شنو تنطيها مثال الطليعيات تمام المستوي الخلوي للتعظي شنو مثال مالتا مستعمر الفول فكس تمام نيجي على مستوي النسيج الخلوي أيضا تنطيها مثال وتجعل مستوي الانسجال المتعظي تنطيها مثال مثال مالتا الديدان المسطحة وأيضا عدنا شنو مستوي الجهاز العضوي هذا موجود به التنفس والدورة الدموية والهضم يجي مرة واحدة وزارة عدد معه مثال كل واحد اتعددها كل واحد تنطيها مثال نيجي هنا هادا مرشح مهم عرف التكوين الجنيني دير بالك مرات يقول لك عرف النماء أو يقول لك تكوين الجنيني اثنينات نفس المصطلح شنو معناتها مرشح تعريف مرشح مهم يقول لك عملية تكوين الفرد من خلية واحدة ثم مثل البيضة المخصبة نسميه زايقوت تمام؟ بعشنو لحين اكتمال تكوينه اللي تصبح عديدة الخلايا معقدة تركيب شبهم بأبويه هذا اكتباه يمك هذا تعريف مهم جدا في الوزارة هنا يعدنا علم الأجنة بس ركز عليه خاف يجيك فراغ هو العلم الذي يبحث في دراسة مراحل تكوين الجنيني بضمنها فراغ وفراغ ما بيهشت كلها النمو والتمايوس نظري قبل تشكيل هاي بها آراءين عندك هنا تعريف القزمة الجنيني هذا تعريف مهم جدا هذا النظرية قبل التشكيل بها افتراضين مؤيدين موجود تشرح للمؤيدين الاول والمؤيدين الثاني من اشان ولحدث ما جاء بالوزارة هذا عند نظرية تكوين التراكمي قانون فون بير هذا تعريف قانون فون بير هذا تعريف مرشح وزارة مرشح وزارة 24 تعريف مهم جدا هذا تعريف مالته جدا مهم قانون فون بير هذا تحفظه قانون فون بير نظرية تجربية السؤال المرشح للوزارة 100% ركزوا على هايل الأسطر الأربعة مهم جدا جدا دائما يجي علل منها يقول لك ليش قبول نظرية تكوين المسبق في الوقت الحالي علل قبول نظرية تكوين المسبق في الوقت الحالي علل ليش تقول لي على اعتبار ان جميع المعلومات خاصة بتشكيل الجنين محددة سلفا ومحمولة في الحامض النوع الرايب منقص الأكسجين هذا جواب مالتو ما خلص علل ثاني النوب يقول لك قبول نظرية تكوين التراكمي في الوقت الحالي ليش على اعتبار ان عضاء الجنين المختلفة تتكون بطريقة تراكمية بالتدريج عللين موجود هاي السطر مهم جدا للوزارة مرة من المرات يجي شنو يدمج اثنين يقول لك قبول يمكن قبول نظرية تكوين المسبق وقبول نظرية تكوين التراكمي في وقت الحالي الجوابين جواب الفوق جواب الأسفل مرة من المرات المرات موجودة علل كان نسوين دوران بها لف دوران شنو هاي اللف دوران بها كان كان كاتبين في اي من النظريتين يمكن قبولها في وقت الحالي ولماذا الشوف الال الدوران المال diesem حالي في وقت الحالي كنت ن Leave you يقول لك اي من النظرية يمكن قبولها في الوقت الحالي فاكيد الطلاب بالان يقول لك الله اول لا الثاني لو تكوين المسبق對不對 فلا الا خطب أولا قبول نظرية تكوين المسبق في الوقت الحالي ليش؟ لأنه على اعتبار أن جميع المعلومات خاصة تكملة لحد الديناء تمام؟ وتبدأ جواب الثاني ويمكن قبول وكذلك قبول نظرية تكوين التراكمي على أن اعتبارات أعضاء الجنين المختلفة تتكون بطريقة تراكمية وبالتدريج الجوابها جوابين وفرع كامل التفلج عندك هنا التفلج هذا اكتب عليهم مرشح وزاري 24 مهم جدا هو سلسل من قسامات خيطية متكررة التي تبدأ من بيضة المخصبة حيث تنقسم إلى خليتين ثم إلى أربعة ثم إلى ثمانية قسامات تتحول بالأخر إلى بيضة مخصبة إلى كرة من الخلايا نسميها الأريمة دير بالكم من هذه التعريف هذا اكتبوا يمهى مرشح وزاري بقوة لأن جدا مهم خمس مرات يمكن جايبي الوزاري تعريف التفلج هذا لحد اسمه جايب بس خافي يجيكم اه اتكلم عن التماعط واذكر طبقات مالتا التمايز هنا التعاضي هاي تعريف ايضا جايبي الوزاري التعاضي ايضا تعريف مرشح وزاري مهم التكوين الجنيني في الرمح مداخل بالوزاري راح نروح إلى التشوهات الخلقية في الإنسان هنا عندك سؤال مهم جدا دائما يجي فراغات منها يقول لك ما هي العوامل الذي يؤدل التشوهات الخلقية في الإنسان عندك جواب إليه عندك عوامل وراثية وعندك شن العوامل البيئية أو الخارجية واحد يتعرض للاشعاء هذا الشغلات ايضا يؤدل التشوهات الخلقية وعندك العوامل الوراثية مثلا شنو التشوه مثلا متسبب المتلازمة داون فهذا مهم جدا في الوزاري ركزوا عليه مارتين جاي على شكل شنو جاي على شكل جاي فراغ من العوامل يؤدل التشوهات الخلقية في الإنسان فراغ وفراغ العوامل الوراثية مثلا منه شواد الكروموسومات الجسمية وعندك العوامل البيئية والخارجية وايضا ضمن خافيجيك فراغ العوامل البيئية والخارجية مثل منه تأثير الشعاع عندك والعقاقير هذا الأدوية ايضا من العوامل الخارجية يؤثر على شنو جهاز العصبي وجهاز الهيكل ايضا اهنا يعدنا السؤال دربالكم عليها يجي من هدا من علل يقول لك على الأم الحامل وقايا من بعض الأمور أولا ابتعدنا التدخين لأنه ليش يؤثر على وزن الطفل يؤدي لها شنو الخفاض نسبة الأكسجين وارتفاع نسبة الأكسيد أو الأكسيد الكاربون في الدم الأم ودم الجنين والمشيمة مما يولد بيئة غير صحيح للجنين فثانية شنو تقليل من نسبة تأخذ الكافئين الموجودة في القهوة أو القهوة تجنب أخذ الأدوية الشعبية والأعشاب الكحول أيضا لأنه يسبب شنو خلال فيه العصب للتشوهات الجسمية خامس واحد شنو مهم جدا خاف يجيكم علل يقول لك ليش تجنب صابة الأم بمرض داء القطط نسميها المقاوسات داء المقاوسات ليش لأنه يسبب شنو تشوهات خطرة على الجنين وذلك من خلال طهي اللحم جيدا وعدم تعرض لأبراز القطط هذا علل المرشح على أم الحامل ليش يتناول حبوب الحامض الفوليك هذا مرتين جاء بالوزارها يعلل لأنه خلال فترة الحامل لأنه شنو يقلل من تشوهات الأنبوب العصبي وعليها علاج كافة الأمراض كالسكر وارتفاع ضغط الدم والصرع نيجي موضوع التوائم هاي التوائم كل سنة يجي عليه شي دائما شنو الأم الحامل مثلا يحمل جنينين يولد جنينين التوائم هاي تعريف مالته التوائم الأخوية انت حفظ حفظها لو يجيك أنواعة لو يجيك مقارنة فمهم جدا جدا عندك التوائم الأخوية تتكون التوائم في هذه النوع من بيضتين من فصلتين تنطلقان من المبيض في نفس الوقت وتخصب كل واحد بحيوان منوي ركز عليها لا تظهر التوائم الأخوية تشابه وقد تكون أجناسها متشابهة جميعا ذكور أو جميعها إناث أو تكون مختلفة ذكور والإناث هذا ركز عليه ركز ركز هذا مرشح وزارة والثاني شنو الثوائم عندك المثماثلة أو المتطابقة هذا أيضا مهم جدا تحفظ كما موجود في الكتاب لو يجيك تعريف لو يجيك عللوية التوائم الأخوية هنا يعدنا التوائم السيامية والطفيلية التوائم الطفيلية هاي تعريف مالتها مهم جدا أيضا لكن الفوقانات هذولا المتماثلة والأخوية هذولا أكتر شي جاء بالوزارة بشكل مقارنة وتعريفهم تعريف واحد يجي منها مرشح جدا للوزارة التوائم المتعددة المباعدة بين الولادات هذا مهم جدا أيضا شنو راح نقرأ بها هاي العلل منها ليش تحتاج الأم ملايق العن سنتين بين كل عملية حمل وولادة أخرى هذا أيضا علل فتحفظ هاي العلل مهم جدا لأنه ينطي فرصة للجسم لكي يتعافى من آثار الحمل والولادة واستجمع القوة والطاقة قبل الحمل مرة أخرى هاي على شكل نقاط حطهم يجيك بالوزارة ليش تحتاج الأم ملايق العن سنتين بين كل عملية حمل وولادة أخرى هموجود نقاط بها ضمنها مهل قد مرشح للوزارة نجعل خلايا جدعية هذا يكتب يما مرشح مية بالمية تعريف مالته جدا مهم تعريف خلايا جدعية احفظها مرشح مرشح منها يبدأ تعريف مالته تمام هذا واحد والمصادر مالته شنو عرف الخلايا جدعية وما هي مصادرها عدة مصادر أهم ما شنو مراحل مبكرة من تكوين الجنيني ودم الحبل السري والمشيمة ونخاع العظم عرف مصادر مالته دير بالك منها تعريف مالته هذا ومصادر مالته أسفلها أربع نقاط هاي المصادر احتمالي يجيك على شكل فراغات خلايا جدعية وزاري وزار ما به مجال تيجون على انواع مالته هذا انواع مالته يجي تعداد في التمهيد 24 مرة تيجي قارن بين الخلايا الجدعية الجنينية والبالغة مقارنة هذا جابوها بال 24 تمهيدي وايضا مرة واحدة ايجي وظيفة خلايا حبل السري الجدعية هذا بس ايجي وظيفة مالته مرة واحدة في الوزارة لكن ذول الفوق مقارنة مهم جدا نيجي على السؤال مرشح مهم جدا عدد استخدامات الخلايا الجدعية هذا استخدامات خمس نقاط هذا تحفظ وحفظ هذا مرشح وزاري مرشح وزاري 24 مرشح وزاري جدا مهم هاي الخمس نقاط استخدامات الخلايا الجدعية هاي خمس نقاط الاستنساخ في الحيوان شنو مرة واحدة جاي بالوزارة يمكن مرتين يعاد الاستنساخ احد طرق تكاثر لا جنسي في الحيوان يقول لك ما نوع التكاثر لا جنسي في الحيوان هو اجي شنو السؤال شن ما طرق التكاثر لا جنسي في الحيوان كان منطين من ضمنها شنو مصطلح كان منطة تكاثر لا جنسي في الحيوان عن طريقة شنو الاستنساخ هذا مرة واحدة جاي في الوزارة بهاي الصيغة ومرة كان جاي فراغ وهي طرق استخدام تقونات عديدة منها شنو الأخصاب الصناعي أو الأصطناعي هذا المهم جدا لازم يجعله شيء بالوزارة الأخصاب الصناعي تقرأ تعريف مالته وانواع مالته ويستعمل هذا الأخصاب في حالات عديدة هاي عندك استخدام الأخصاب الصناعي والاصطناعي على الصناع هاي النقاط الأربعة مهم جدا جدا ركزوا عليها هاي النقاط الأربعة أيضا عندنا نواع مالته نواع مالته يجيك مقارنة قارن بين الأخصاب الصناعي داخل الجسم وخارج الجسم أو يقول لك عرف الأخصاب الصناعي وعدد أنواعها هذا كل سنة يجي عليه شيء هاي الأخصاب الصناعي لأنها سمنتشر بشكل أكثر في المجتمع نسميه مرات الأطفال النابيب هاي الشغلات تجميد الأجنة عندك تجميد الأجنة وعدنا تجميد البويضة هذا يا درجة تنخذنا سالب 170 درجة ركزوا على هاي الشسمة تجميد البويضة هذا مرشح وزاري 99% سؤال شون يجيك يقول لك ليش تجميد البويضة نسبة نجاحة أقل من تجميد الأجنة هذا السؤال اكتب عليه جايب الوزاري مرشح جدا قوي لأن خمس مرات متكرر بالوزاري لأن التجميد قد يؤثر على شنو كروموسومات البويضة يقول لك ليش تجميد البويضة نسبة نجاحة أقل من تجميد الأجنة جواب مالت راح منا يبدأ لأن تجميد البويضة يؤثر كروموسومات البويضة بالتجميد يتأثر الكروموسومات البويضة في التجميد هذا أربع خمس كلمات جوابه مرشح وزاري بكل قوة احفظها ما به مجال لأن خمس سنوات متكرر تجميد الحيوانات المنوية هذا أيضا سالب 170 درجة يمن تستخدمون هاي لتجميد الحيوانات المنوية استخدامات مالتة شنو أشخاص اللي يتعرضون للمثلا اللي أمراض السلطان ويحتاجون علاج كيمياوي أو أمراض الخصية المعارضين لإستئصالها ورجال المعارضين إلى شنو تناقص الحيوانات المنوية لديهم باستمرار هاي حالات مالتة عدد الحالات اللي نستخدم به تجميد الحيوانات المنوية هاي الثلاث حالات اربع حالات تذكرها وخلص فصل الرابع أرجع أقول أهم المرشحات وزاري فصل الرابع دير بالكم عليه شنو الخلايا الجذعية تعريف وانواعها أو مقارنة مهم جدا استخداماتها مهم جدا جدا الاخصاب كل سنة يجعله شي الاخصاب الصناعي لو جنوعة لو هو يجي أوكي التفلج عدكم تعريفه مرشح وعدكم علل ليش قبول نظريت تكون المسبق وقت الحالي وليش قبول نظريت تكون التراكم وقت الحالي وعلل ليش التجميد البويضة نسبة نجاحة أقل من تجميد الجنة هذا كل ما موجود في الفصل الرابع ترجمة نانسي قنقر